الى يمين رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع جلس المهندس عماد واكيم مستمعا الى كلمة مهندس سياسات قوى الرابع عشر من اذار الرئيس المكلف سعد الحريري انصط واكيم جيدا الى الحريري وصفق له مع مئات المهندسين الذين حضروا الاحتفال الذي اقامه قبل ايام تيار المستقبل على شرفهم معلنين من هناك معركة سياسية عنوانها السلاح والتدخل الايراني نحن معكم نرفع شعار الاستقرار طريقنا الى البناء والاعمار وفوضى السلاح طريقنا الى الخراب والدمار معكم يجب ان تبقى صفوف اربعتاش اذار مرصوصة ومتماسكة ويجب ان لا نخشى هبوب الرياح مهما اشتدت بس نفوت على مجلس نابع هل بدي يكون على جدول الاعمال بدنا ناخد قرار اذا نحن مع السلاح او ضد السلاح مثلا هل رح ناخد قرار نحن كيف العلاقات مع سوريا رح نفوت نطرح شو انون المجاولات مهنة الهندسة رح نفوت نطرح التقديمات فينا نعلي معاش التقاعد الى المهندس ولا لا فينا نحسن له الاستشفى ولا لا نظام تجيل المعاملات مضبوط ولا لا شو لازم نضيف في المقلب الاخر تنافس قوة ثامن من اذار بالمهندس اليب صيبس وتطرحه مرشحا لمنصب النقيب وبين ناري الرابع عشر والثامن من اذار اضطر المهندس بشار اسماحة الى العدول عن الترشح معلنا تأسيس حركة المهندسين الاحرار وهي حركة اصلاحية تبدأ عملها بعد الانتخابات هي رسالة وهي عمل رح بيصير بالمستقبل حول اطار خلق حركة شبابية تصحيحية حركة حركة سميناها حركة المهندسين الاحرار من اجل تكون منطلق لجمع الاخوة وفي عمل نقابي ومهني طوائع لليل اسماحة يقول ان الاستفافة السياسية لا يستقطب المهندسين مدعما ذلك بالارقام ثلاثين الف وخمسمية وثلاثة وثلاثين المقترعين للفائز بلال العليلي ستالاف وخمسمية وخمسة وتسعين المرشح المنافس لبلال للنقي بلال مصطفى فواز نال خمسمية وخمسمية واربعمية وخمسة وتلاثين من اصل تنينة وثلاثين الف وخمسمية وثلاثة وثلاثين منتسب لجسم النقابي يعني عمليا نعم عمليا انه يلي ادلوا بصوتهم يلي ما ادلوا بصوتهم عفوا هني خارج العملية الانتخابية وخارج الاستفافة السياسية والمذهبة مقارنة عدد المقترعين ما بدو يكون بدو يكون على لويح الشطب مش على عدد المنتسبين لانه في عدد من الزملاء ينكي ستة تلاتين سبعة تلاتين الف منتسبين فيه ثمانة وعشرين الف تقريبا مسددين فاذا نحوديك حكما يا مش مهتمين بالنقابي يا وضعهم خارج لبنان يا فيه مشاكل بتركيبة النقابي وبالتالي لا تعنيلوا النقابي ولا كان سدد فاذا نحكي عن ثمانة وعشرين اذا عم نحكي عن حوالي 13-14 بصوته هذا اللي صار هذه المرة يعني عم نحكي عن نفلة حوالي 50% بس تحل الأرقام ترتفع يعني حل ثمانة وعشرين الف من اللي مسددين فيه حوالي ثمانة وعشرين الف برات لبنان الهندسة السياسية ليست اختصاصا في كل ياد الهندسة لكن المرشحين للمعركة النقابية يعملون في السياسة أكثر من عملهم في الهندسة كما يعمل هؤلاء العمال على ترميم نقابة المهندسين من الخارج يجهد في الداخل بعض المهندسين ممن يطلقون على أنفسهم حركة المهندسين الأحرار على ترميم النقابة من التصدعات التي تسبب بها الانقسام السياسي الحاد بين قوى الثامن من أذار وقوى الرابع عشر من الشهر نفسه من أمام نقابة المهندسين في بيروت رامي الأمين قناة الجديد